اشتركوا في القناة اليوم القمر موجود في الدلو والحوت رح يكون اغلب الوقت اليوم منازل متعددة ولكن الاغلب رح يكون بالحوت رح يكون في البداية من الان في منزلة المقدم وهي الى الخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا رح يستمر في هاي المنزلة حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر بكون القمر استقر تماما في برج الحوت في منزلة المؤخر وهي هي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هذا اليوم فهي اول زاوية ما بعد الحلقة مباشرة هي زاوية تتليف ايجابية بين القمر والزهرة رح يتكون في تمام الساعة التسعة واربع واربعين دقيقة مساء بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيصير في خلو المسار خلو المسار هذا بيبدع زي ما حكينا ساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية اللي هو اليوم هي تمام الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا يعني من الآن لغاية الساعات الفجر القمر بيكون في مرحلة خلو المسار وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في تمام الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير القمر في الحوت ببلش يعمل اول زوايا لا اله وتأثير القمر لما بيكون في الحوت على جميع الابراج دون استثناء بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار او قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارثياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير طبعا في عنا حدث رح يكون في ساعات الصباح اللي هو انتقال عطارد من برج السرطان لبرج الاسد رح يكون الانتقال ساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا انتقال عطارد في هاي المرحلة بالذات بيكون سريع جدا يعني هو عادة بمكث ثلاث اسابيع في البرج المرة هاي رح يقعد هو تقريبا بحدود الاسبوعين لانه رح ينتقل من ساعات الصباح زي ما حكينا لبرج الاسد ورح يظل فيه لغاية ساعات بعد منتصف ليل عشرين ثمانية يعني بمعنى اخر انه المدة تقريبا الاسبوعين لا ينتقل بعديها للعذراء خلال الفترة المقبلة بيشعروا موليد برج الاسد بقوة الفكر والادراك الجيد للامور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة واجراء الاتصالات وبتبرز لديهم قوة اقناع من الغير بوجهة نظرهم بيستفيد معهم موليد الابراج الناري الاخرى زي الحمل والقوس والهوائية زي الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد عنده عطارد ساعة ولاده في برج الاسد طبعا في حدث او في امر لازم انوهله انه اول انتقال لعطارد رح يكون محترق ومعنى محترق انه هو بنتقل بدون تشكيل زوايا يعني ما بيشكل اي زاوية مع اي كوكب اخر فعشان هيك منسميه محترق والمحترق مش معناها انه منتحس ويدي يعطينا نحاسة ويدي يخرب الدنيا ويدمر الدنيا وهي الامور يعني هو بيصير لا ايجابي ولا سلبي يعطي هو في حال الزوايا دائما انه في مكانه اول اي شي هذا مش بيت هبوطه ولا هو بيت متاعبه ولا اي اشي له علاقة يعني بيكون بطاقته ولكن لانه ما بيشكل زوايا بيصير محترق بتخف اللي هي الايجابي اللي بعطيها لمدة ثلاث ايام اربع ايام لحديث ما يبدأ بعملية الزوايا داعته بعدين بتتحكم اذا كانت الزوايا ايجابية بيصير ايجابي واذا كانت زوايا سلبية بيصير سلبي ومعروف عن عطارد انه هو كوكب منافق يعني هو اذا اتصل مع الكوكب السعيد بيصير سعيد واذا اتصل مع الكوكب النحيس او المنتحس بيصير منتحس فعشان هيك ما في داعي للقلق او الخوف من كلمة انه كوكب محترق محترق هاي صورية احنا اسمية منحطها عشان نحكي انه الكواكب او الكوكب هاد ما بيعمل زوايا بهاي الفترة يعني مجرد من طاقته الكاملة في الايجابيات وصلت المعلومة عشان احنا برضو انه نخلي كل المعلومات دائما وافية ما يكون فيها نوع من انواع النقص طبعا بالنسبة لوجود عطارد لما بيكون بالاسد بهاي الفترة وخصوصا انه كل يوم رح يأثر بمعدل رح يأثر على برجين او على مولودين من موليد برج الاسد فلانه بسرعة بمشي فممكن كل 12 ساعة 13 ساعة يكون يعني معطي حده ورايح للي بعده صحيح هو تأثيره دائما احنا بنحسب انه 7 درجات يبل و7 درجات بعد يعني بمعدل انه انت بتحكي عن اسبوع تأثيره بظل على البرج ولكن انه قمة التأثيرات الايجابية بتكون سريعة جدا ممكن انها تأخذ يوم او يومين وفقط لا غير بالنسبة لبرج الحمل طبعا اللي بيستفيدوا منه انه بالفترة هاي بيمارسوا نشاطات ادابية عندهم رغبة للمطالع والدراسة والبحث بحثوا اولادهم على الدراسة او على فكر معين في منهم رح يقدر يتواصل مع الاحبة ويقنعهم بوجهة نظره او ممكن يتعرف على حبيب كان صعب انه يتعرف عليه بالفترة الماضية يعني يقدر يقنعه اما بالنسبة للثور بتنصب افكارهم حول شؤونهم البيتية والعقارية والعائلية والتواصل مع الاهل والنشاطات والافراح اللي الها علاقة بالبيت والعائلة اما بالنسبة للجوزاء بيستفيد الطلاب الابتدائي والثنوي في دراستهم وفي امور المطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن انه يشتري يا سيارة يا تليفون اما بالنسبة للسرطان بتنصب افكارهم حول افضل السبل للكسب المال يعني بيكون نشطين جدا بالفترة لا امور كيف انهم هم يستجلبوا المال او يرتبوا ميزانيتهم او سداد ديونهم او الحصول على طريقة مكاسب مالية بالنسبة للأسد بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بآراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر اللي هي التنقلات والاتصالات طبعا السفر بصير سفر طويل اذا مفتوحة لبلاد واذا مش مفتوحة بصير السفر او التنقل ما بين المدن او ما بين الاحياء اما بالنسبة للعذراء طبعا بيبدأ اهتمامهم بامور الغيبيات اكثر وبينجحوا في هذا المجال وخصوصا اللي بيحاولوا انهم يتعلموا علم الفلك او علم من هاي العلوم او يطلعوا عليه ويدرسوه فبالفترة هاي استعابهم بصير قوي جدا وقدرة تواصلهم بتكون قوية جدا اما بالنسبة للميزان بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وممكن يتعرفوا على اصدقاء جدد او يترافقهم واصدقاهم الى اماكن او الى رحلات او اشياء الى علاقة بالزيارات وتبادل الافكار اما بالنسبة للعقرب افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل في منهم ممكن يددم لعمل جديد او ممكن ينقبل بعمل جديد او يثبت جدارته بانجاز اعمال كان صعب انه ينجزها بالفترة الماضية اما بالنسبة للقاوس بينشطوا في امور الى علاقة بالسفر والاتصالات وخاصة لبعيده وبيستفيد الطلاب الاكاديميون في دراستهم بيصير عندهم قدرة على الاستيعاب اكثر وبرضو الاشخاص اللي عندهم امور الى علاقة بالقضايا القضائية بيكون عندهم قدرة على تحليل الامور بشكل جيد وبرضو تقديم الاوراق والحجة المناسبة اللي بتدعمهم اما بالنسبة للجدي بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة فبيقدروا انهم يرتبوا امور الى علاقة بالبنوك او الاموال المشتركة او امور الى علاقة بالديون والقروض والاشياء اما بالنسبة للدلوب يتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء يعني ممكن تكون فيه مصالحات او نقاشات او حوارات تكون ممتازة جدا وتقارب ما بينك وبين الشريك او الزوج او ممكن بداية الى ارتباط او لا امور الى علاقة بتطوير علاقة عاطفية لمرتبة الارتباط اما بالنسبة للحوت بتفيدهم افكارهم مع زملاء العمل فممكن ينشطوا بعمل مشترك ممكن يعززوا ثقتهم بنفسهم او ثقتهم بينهم وبين زملائهم بالعمل او رؤساهم بالعمل وممكن ينشطوا او ينجحوا في عمل جديد اما بعد هذا الانتقال في عنا زاوية وحيدة كمان هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة 11 مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة الى خلو المسار القادم بما ان القمر رح يكون موجود في الحوت فخلو المسار رح يكون يوم 7 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 12 و 53 دقيقة عصرا وحتى تمام الساعة 1 و 4 دقائق عصرا وبينتقل القمر لبرج الحمل طبعا انا اضافت اضافة جديدة للي بهمهم يعرفوا تواجدوا القمر في الكواكب طيلة الشهر وخلو المسار طولة الشهر وين بيكون وكيف بيكونوا اوقاته انا حطيتها في صندوق الوصف للشهر كامل عشان نختصر انه ما نضلش نعيد احنا عن خلو المسار والفترة القادمة وخصوصا بالتوقعات الاسبوعية اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل 16 يوم في تمام الساعة 6 و دقيقة مساء بيصبح 17 يوم نسبة الاضاءة 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الحوت حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد عطارد ينتقل الاسد زي ما حكينا ورح يظل فيه لغاية يوم 28 برضو المزاج رح يكون في انتقاله في الايام هاي برضو سعيد ما رح نحكي منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج منتحس المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية مزاج ممتزج نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاج سعيد بلوته في الجذيب يتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أنه المريخ موجود فعشان هيك وهو بشكل زوايا تقريبا تربيع مع كل الكواكب الموجودة بالجدي فعشان هيك بتحس في نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو التوتر أو القلق من بعض المسائل صحيح عندك رغبة جامحة للانطلاق وعندك جراءة عالية جدا بعطيك إياها المريخ ولكن في بعض الأوقات بتنحسب تهور إذا ما كنت حاسب الحساب بشكل صحيح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتظل فيها نوع من أنواع القلق والمصاريف حتى ساعات الصباح بعد من ساعات الصباح تجيك فرص إلها علاقة بالمال أو تدعيم وضعك المالي أو الحصول على مكاسب مالية أو ترتيب وضع مالي معين في منكم ممكن يحصل على مبالغ كان موعود فيها أو دعم معين أو أمور إلها علاقة بالهباء أو المساعدة أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء طبعا الزهرة شوي ضاغطة سلبيا فبتخليك متسرع بقراراتك أو عندك شوية خربطة متردد في بعض الأوقات أو ممكن تتقلب بمزاجك بأكثر من مزاج في خلال هذا اليوم ممكن تصدر قرار الصبح الظهر تكون ألغيت القرار وغيرت ممكن تزعل الظهريات العصريات ترجع تصالح شوي اتصالاتك هيك يعني عندك رغبة بالتواصل بشكل كبير والتنقلات عندك يعني حيوية علي جدا ولكن شوي أنت في عندك شيء داخلك مش قادر تتعبر عنه بشكل صحيح أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء على مستوى البيت منقدر نحكي إنها جيدة خلال هذا اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع رغبة لأنك أنت تقعد في البيت أو ما تخرج أو التواصلك مع أفراد العائلة ممكن تحل مشكلة أو خلاف أو سوء تفاهم صار ما بينك وبين أحد أفراد العائلة خلال هذا اليوم أو تتناقش في مسألة ولكن حاول إنك ما تنفعل وما تعصب ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات في أمور العلاقة بمشتريات أو تصليحات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية عندك اليوم بتفتر يعني بصير باردة شوي ما بتقدر تعبر بحرارة عن مشاعرك عن عواطفك بشكل ملائم أو شكل مناسب ممكن يصير فيه نقاش أو خلاف ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأولاد أو أحد الوالدين حاول إنك تكون حذر من تضخيم الأمور أو تكبيرها بسبب المريخ فتتسرع بإصدار حكم خلال هذا اليوم فيكون جارح أو مؤذي للأفراد اللي حواليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية إلا إنه برضو بدك تنتبه إنه القمار بده ينتقل لبيت المتاعب فشوي بدك تراقب أعمالك ما تخليها تتراكم ما تهمل بعملك خلال هذا اليوم برضو بدك تراقب وضعك الصحي من التقلبات أو من الإرهاق أو من بعض التعب حاول إذا شعرت بشيء غير اعتيادي إنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي شوي تحمل نوع من أنواع الخلافات ممكن نقاش أو حوار أو سوء تفاهم أو تحاولوا تعالجوا مسألة معينة ما بين الأزواج تحديدا فشوي يصير الشاطر اللي بده يفرض رأيه أكثر أو بده يتحكم أكثر فبالشيء نهيك ممكن يصير فيه خلاف في هاي النقطة بدك تكونوا حاذرين منها برضو بدك تهتموا إذا عندكوا أوراق قانونية أو معاملات ما تهملوا فيها نهائيا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحل مسألة كانت معقدة في الأيام الماضية ممكن تبادر ببعض الأمور اللي إلها علاقة بحل بعض المسائل اللي بتتعلق بأوراق إما لبنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بأموال مشتركة ما بينك وبين الزوج أو تحصيلها أو دفعات أو نقاش على مسائل من هذا النوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني تقريبا ضاغطة ممكن اليوم تسمع خبر شوي يكون مش مناسب أو يزعجك من شخص خارج البلاد أو تهتم بأحد الأشخاص الأجانب أو يعني شخص في خارج البلاد ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالاستراد والتصدير أو الأوراق ولكن ممكن بيصير في نوع من أنواع التعطيل عليها أو تأجيلها ليوم أو يومين قادمات أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة نقدر نحكي أنه من ساعة الصباح بتصير إيجابية فبتدعمك بشكل قوي وبتعزز من ثقتك بالنفس ومن علاقاتك وممكن أنك أنت ترتب وضع معين ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أو تدافع عن سمعتك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فبتنشطوا ما قبل ساعات الصباح في أمور بتتعلق بالأصدقاء والتواصل وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم ولكن الأهم من هيك حاول أنه ماثير الخلافات ولا النقاشات ولا تنزعج من تصرف صديق من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم شوي الأجواء بتصير معاك سلة إلك ممكن تتعطل بعض الأمور ممكن ما تمشي مثل ما بدك ممكن شوي يصير فيه نوع من أنواع الإحباطات والتأثيرات والملل من بعض المسائل أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم يعني الأيام الجاية وخصوصا عند وصول القمر لعندك يوم سبعة ثمانية الأجواء بتصير إيجابية أكثر وبتدعمك وبتعوض كل المسائل اللي اتراكمت عندك في خلال اليومين هدول ولكن حاول أنه في الأيام هاي ما تبدأ بشيء جديد وراجع كل أوراقك وأمورك بشكل عقلاني ما تعتمد على عواطفك وتسرعك مرج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول البيت الشخصي اليوم تقريبا أنت مشحن بطاقة عندك مفاجآت كثيرة ممكن يصير معك مفاجآت كثيرة ممكن أنت تفاجئ اللي حواليك بأخبار أو بأحداث أو بتصرفات شوي تكون يعني تجلب بعض السعادة للأشخاص اللي حواليك تنشط بأمور إلها علاقة بالمسائل الإجتماعية أو اللقاءات أو تعارف أو تنقلات بكل معانيها أنت اليوم مشحن بطاقة إيجابية وبرضو بدك تستغلها قبل ما يصل القمر للحمل بيت متعبك حاول أنك تنجز كل الأشياء المهمة خلال اليومين هدول أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الزهرة شوي منتحسة فهي بتخليك تتوتر على بعض المسائل المالية أو بتعركس بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ما بتخليها تمشي بالشكل اللي بدك إياه وبرضو بتميل للبذخ والمصاريف والصرف شوي ممكن أنك ما تحسب حساباتك بالشكل الصحيح في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم ولكن المصاريف أكثر ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بمصاريف استشفائية أو ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بنقدر نحكي أنه الأجواء اليوم يعني فيها نوع من أنواع الضغط أو يعني نوع من أنواع السلبية بتلاقي أنه عصبيتك شوي حادة بطرح الأفكار أو المعلومات ممكن تعصب أو تحتد في بعض الأمور أثناء تنقلاتك بدك تنتبه بشكل كبير ما في داعي للمغامرة ولا للإندفاع ولا للتهور ما تدخل بنقاشات أو بحوارات حادي حاول أنك تبعد شوي عن هاي الأمور اللي بتطلب الحدية ممكن اليوم إذا كان عندك مناقشة أو حوار تبواجه بعض الصعوبة إذا كان عندك مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء اليوم تحمل بعض الأشياء الإيجابية للدعم من أمور إلها علاقة بالعائلة أو أفراد العائلة أو تقارب مع أفراد العائلة أو حل مسألة كانت معقدة في الأيام الماضية ممكن تبادر لمصالحة أو مقاربة بوجهات النظر أو اهتمام ببعض الشؤون البيتية زي تصليحات وترميمات أو أشياء العلاقة بالمشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً منقدر نحكي أنه فيها إيجابية على المستوى العاطفي فاليوم ممكن تتواصل أنت والحبيب بشكل جيد وممكن برضو تهتم ببعض المسال اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن أن اليوم يكون لك نشاط عاطفي معين أو تفكر في خروج بنزهة أو تغيير جو أو أنك هيك تهتم ببعض الأمور الفكرية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً نقدر نحكي أنه شوي ممكن أنك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو ترتيب وضع عمل معين ولكن الأهم أنك أنت ما تهمل صحتك وما تخلي الأعمال هاي تتراكم عندك يعني بدك تهتم بالأمرين العمل وصحها بشكل كبير شوي الأجواء مش مساعدي ولا مساندي لا إلك إذا أنت قصرت بعملك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع النقاشات أو الحوارات اللي بتكون ما بين الأزواج حاول أنك ما تتصلب برأيك وحاول ما تصدر قرارات عني في خلال هذا اليوم يعني الأجواء جيدة للمصالحة أو للمرافقة أو لتلطيف الأجواء فاستغلها بإيجابيتها وابعد عن السلبيات قدر الإمكان إذا ظهرت عندك بعض الأمور أو الشؤون القانونية اهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتعزز من شغلات إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تنشط في أمور إلها علاقة في البنك أو الضريبة أو التأمين أو تحاول أنك أنت تمشي ببعض الأمور اللي إلها علاقة بقسط أو قرد معين يعني بدك نوع من أنواع الاهتمام ما تقصر بالأوراق ممكن يطلب منك الموضوع ورق معين أو اهتمامات معينة أو كفيل معين حاول أنك برضو تدير بالك على أموالك أو أوراقك من النسيان أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء شوي نقدر نحكي أنها ممتزجة خلال هذا اليوم فممكن تتواصل مع بعض الأشخاص أو اهتمامات بمراسلات أو حوارات أو نقاشات أو ثقافة معينة تهتم فيها ممكن تتواصل مع شخص خارج البلاد أو تهتم بمسائل علمية معينة الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة الكبيرة ممكن شوي يعني تتعركس بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير أو بوليس التأمين مثلا أو بوليس الشحن يعني تتأخر يومين قادمات حاول أنك ما تنزعج إلى أيام الجاي كفيلة بأنها تساعدك في كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاول أنك ما تتأخر عن عملك حاول ما تدخل بخلافات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل اليوم أنت عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال المطلوب منك وبرضو عندك القدرة للدفاع عن سمعتك في ساعات الصباح بتنشطه في أمور إلها علاقة بالأصدقاء فاليوم يوم اجتماعي بأغلبه فبتنشطه بالزيارات أو اللقاءات أو الحوارات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وممكن تلتقي أنت وبعض الأصدقاء اليوم أو يجيك اتصال من صديق قديم يعني كان له فترة طويلة ما تواصل معك أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب ما في أي تأثيرات سلبية يعني للوجود المريخ فعشان هيكي بس منقول لك أنه حاول أنك تنتبه راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تخلي الأعمال تتراكم عندك ما تهمل عملك حاول ترتب أمورك بشكل جيد يعني الأجواء دعميتك فحاول أنك تكمل الأمور حاول أنك باليوم هذا ما تغامر وما تتجارة وما تدخل في أشياء يعني تكون صعبة شوي برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول الزهرة موجودة عندك لكن ما زالت بتشكل بعض الزوايا السلبية فعشان هيكي بتعمل تقلبات أو خيبات أمل على المستوى العاطفي شوي ممكن تنهي علاقة اليوم أو تتخذ قرار إلو علاقة بوضع عاطفي معين أو إلو علاقة بشخصيتك يعني شوي ممكن اليوم أنت تفكر بطريقة عقلانية أكثر تحاول تتخذ قرارات لمصلحتك حاول أنك ما تعيش على الوهم وما تعيش على الأفكار اللي شوي ممكن تكون مغرية ولكن بدها المنطق أو العقل اللي يفكر فيها عشان تكون الأمور لمصلحتك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ضاغطة على المستوى المالي والمصاريف فبتتراكم عندك بعض الأمور المالية اليوم أو بتبادر لصرف الفلوس بطريقة غير عقلانية يعني شوي بدك تلتزم تحافظ على أموالك من السرقة من الضياع من النصابين من المحتالين حاول أنك تركز أمورك بشكل جيد وإيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل قوي اليوم على مستوى الحوار والحوارات والاتصالات والمناقشات عندك سرعة بديهة عالية مقنع بشكل كبير وبرضو بتنشط في زيارات وتواصل بتكون دمث محبوب مرغوب من الأشخاص اللي حواليك ولكن حاول أنك في لحظات معينة ما تصل لمرحلة فرض الرأي أو العصبية بالحوار وما تتحسس من أي شيء ممكن تتعرض له خلال اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فهي الأجواء اللي شوي ممكن أنها تكون فيها نوع من أنواع السلبية على مستوى البيت فممكن نقاش أو حوار أو جدال ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو عطل معين أو استياء من تصرف أحد أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الأمور المنزلية تكون مرهقة لإلك زي التزامات عائلية أو مشتريات وترتيبات وتصليح بعض الأمور اللي بكون فيها نوع من أنواع العطل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة جدا يعني عندك اليوم سرعة بديها عالية جدا عندك رغبة وعاطفة جياشة بتقدر تتواصل مع الأحبة بشكل ممتاز مقبول بشكل كبير حيويتك عالي جدا ممكن اليوم يعني الحظ يدعمك في مسألة معينة أو يكشف لك مسألة كان صعب أنها تنكشف لحالها ممكن اليوم يصير فيدي نوع من أنواع التواصل أو التلاقي ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين على مسألة معينة ويكون فيها إيجابية ولصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي بدها نوع من أنواع المراقبة على المستوى الصحي وبرضو على المستوى العمل فحاول أنك ما تتغيب عن عملك ما تتكاسل ما تتراخى إنجز أعمالك بشكل جيد حاول أنك تخلي في ذكر طيب لإلك يعني ما تخلي حد يوجه لك نوع من أنواع الانتقادات وبرضو إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك وتسأل طبيبك وتأخذ أدويتك بوقتها وبمكانها وابعد عن الوسوس يعني ما في داعي أنك تتشكك من بعض الأمور أو تتوسوس من بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم فتحمل نوع من أنواع المرافقة أو حل مسألة معينة أو يعني ممكن أنه هيك تتراجع عن قرار معين أو تحمل لك نوع من أنواع المصالحة ما بين الأزواج خصوصا ممكن أنك اليوم تنشغل ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو المراجعات لجهة أمنية أو لأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح بعدها بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك فممكن تنشط بأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بقرض معين أو مساعدة معينة أو تحصيل بعض الأموال اللي إلك الأجواء جيدة بتدعمك في بعض المنازل ولكن حاول أنك أنت تبعد عن النصابين والمحتلين والأشخاص اللي ممكن أنهم يستغلوك خلال هذا اليوم ممكن تحمل لك قلق على أحد أفراد العائلة أو الناس المقربين لا إلك صحيا أو أمنيا أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الصباح بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فاللي بتقدم لأمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد يعني ما يعتمد على الحظوظ وممكن أنه تنشط باتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالنقاشات أو معلومات أو بحث عن مسألة معينة تكون لصالحك طبعا من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية علاقاتكم الاجتماعية معارفكم وبرضو بتقدر تدافع عن سمعتك بشكل شرس جدا تثبت جدارتك أمام العاملين معك فيما كان عملك إن كان زملائك أو رؤسائك بالعمل وبتفتح مجالات لعمل جديد أو لتقديم لطلب معين يساعدك في بعض الأمور أما بالنسبة على مستوى بيت الأصدقاء فمنحكي إنه الأجواء اليوم شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضغط من ساعات الصباح فممكن تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو إنه يخذوا لك في مسألة معينة أو تحس بتقصيره اتجاهك فهذا شوي ممكن إنه يخليك تستاء أو تعصب أو تحتد أو ممكن إنه يصير في مواجهة ما بينك وبينه حاول إنك ما تصاعد الأمور وما تكبرها يعني ابتعد شوي هيك بتلاقي الأمور بعد يومين ثلاثة بتنحل حالها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريباً قدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية من ساعات الصباح بتدعمك بشكل قوي فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال والاهتمام بصحتك بشكل كبير الأهم إنك ما تهمل صحتك نهائياً حاول إنك تركز أمورك بشكل جيد حاول إنك أنت برضو تراقب غذائك وراحتك يعني الأجواء بحاجة لنوع من أنواع المتابعة والتركيز على بعض الأمور اللي ما في داعي إنك أنت تهملها برج السرطان بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنه الأجواء أحسن اليوم بتحس بطاقة إيجابية أكثر مخصوصاً كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتلاقي فيه نوع من أنواع الدعم والحيوية والرغبة للانطلاق أكثر بيصير عندك أكثر من مشروع أو أكثر من فكرة بتحاول إنك تنجزها خلال هذا اليوم برضو بتلاقي إنه أنت ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر وفي نوع من أنواع التواصل الإيجابي رح يكون ما بينك وبين الجنس الآخر خلال هذا اليوم أهم إش إنك تبتعد عن فرض الرأي والانتقاد والعصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء الشوي اليوم تدفعك بالاتجاه المصاريف أو الدفعات أو البذخ حاول إنك تركز وضعك المالي بشكل جيد ابتعد عن المصاريف اللي ما إلها داعي حافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع دير بالك من الخوض في مشاريع دون دراستها بشكل جيد حاول إنك اتراقب أي ورقة بدك تتوقع عليها اقرأها يبل ما توقع عليها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية اليوم بتساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص إقناع الأشخاص بوجهة نظرك اليوم عندك رغبة بالانطلاق بشكل كبير وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتكون أفضل اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم رح يبدع رح يكون الحضوض دعميته في بعض المسائل الأهم إنك أنت تركز بشكل جيد وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى البيت يعني بتعزز من قدراتك العائلية وقدرتك على إنك اتراقب الوضع العائلي بشكل جيد ولكن مع ساعات الصباح بدك تحذر من نقاش أو حوار أو أمر طارق ممكن يظهر على مستوى البيت بدك تدير بالك ما تفاقم الأمور وما تكبرها وما تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات تصعد من العلاقة العاطفية أو علاقتك بأفراد العائلة ممكن يعني شوي بعض الاهتمامات تكون مربكة أو بعض النقاشات تكون بتثير العصبية حاول إنك تمسك أعصابك قدر الإمكان ما في داعي للتهور أو للإنجرار وراء الإنفعالات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتصير إيجابية أكثر بتعزز من ثقتك بالنفس وثقتك بالأفراد الأحباء حواليك أو الأبناء أو الوالدين اليوم ممكن تفكر بالخروج أو الانطلاق أو يعني عمل شيء كان صعب إنك تعملوا بالفترة الماضية أهم إشي إنك ما تبالغ بملذاتك شوي بدك تكون حريص والدافع يعني وما تشوه سمعتك في بعض التصرفات الحضور صحيح من ساعات الصباحة تدعمك في مسائل معينة فحاول تستغلها بالشغلات الإيجابية مش بالشغلات اللي ممكن تعود عليك بالمتاعب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تضغطك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فممكن يظهر عندك عمل مربك اليوم أو يتراكم عندك بعض الأعمال أو إنك أنت شوي تصاب بالفتور ما عندك رغبة لإنجاز الأعمال أو تقصر في عمل أو تأجله ليوم آخر حاول إنك ما تعمل هذا الشيء إنجز أعمالك بوقتها وما تخليها تتراكم استغل الطاقة الإيجابية الموجودة لا ممكن تكون هاي الأمور فيها الشيء لصالحك برضو اهتم بوضعك الصحي وما تهمل غذائك وبرضو حافظ على يعني شوي من إشي اسمه إلو علاقة بالإن في الوانزة أو البرد خلال اليوم هاد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت الشراكة يعني بتلطف الأجواء أو الضغوطات السابقة من ساعات الصباح ممكن تتراجع عن قرار سابق أو تخطو خطوة تجاه الشريك شريك المال أو العاطف الأزواج ممكن تحملك مصالحة أو مرافقة على مسألة معينة أو الاتفاق على شيء معين أهم إشي إنك ما تخلي حد يتدخل ما بينك وبينه عشان تنحل المشاكل لأنه كل ما تدخل أشخاص كل ما عقدوا الأمور أكثر حاول إنك تكون مرن أنت عاطفي زيادة عن اللزوم وبرضو مش من النوع الصعب المزاج فعشان هيك إذا كنت مرن ممكن تحل المشكلة بليوني ومروني بدون ما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة اللي شوية تسبب لك نوع من أنواع الإحباط أو القلق أم ممكن تأخير بقرض أو بمساعدة أو تأجيل وضع مالي أو تكون موعود بدفعة مالية تتأجل كمان يعني يصير فيها نوع من أنواع الإحباط أو ممكن قلق على مسألة العلاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو على صحة أحد المقربين اللي بتطلب مصاريف زيادة أما بالنسبة للبيت التاسع يعني القمر ما هو بين الثامن والتاسع فعشان هيك بنكمل للبيت الثامن أهمش أنه اليوم تتفحصوا حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة بالسفر بالاتصالات بالمؤسسات التعليمية بإدارات حكومية أو مؤسسات حكومية أوراق قانونية أو معاملات إشي العلاقة بالمحاكم يعني على حسب حقل اختصاصك اليوم بتنشط في هاي المسائل الأجواء من ساعات الصباح بتصير إيجابية بتساعدك في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها وبتكون الأمور داعملة إلك بشكل قوي فممكن تحقق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم وممكن تكون بعض الأمور لصالحك حتى على مستوى التواصل أو العلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو علاقة عاطفية مع أجنبي أو شخص مقيم خارج البلاد الأجواء اليوم بتصير برضو أحسن أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة شوي بدها رقابة حاول أنك ما تبالغ زي ما حكينا في البيت الخامس ما تبالغ بالملذات ما تشوه سمعتك دافع عن سمعتك بشكل شرس حاول تثبت للكل قدرتك على إنجاز الأمور أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلهي علاقة بالوضع الاجتماعي وممكن تتلقى اتصال من صديق أما بالنسبة للبيت المتاعب فهنا بدنا نحذر برضو من أمور العمل ما تخلي الأعمال تتراكم ما تهم العملك وبرضو راقب وضعك الصحي بشكل جيد من يعني شوي حساسيتك بتكون مرتفعة ومنعتك بتكون نازلة بالفترة هاي فما تهمل الوضع الصحي عندك برج الأسد طبعا القمر راح يتحرك من مقابلك مباشرة لبيتك الثامن صحيح أنه الأجواء مش داعملة إلك ولكن بتظل أخف من الأيام اللي مضت على المستوى الشخصي اليوم النفسية شوي يعني ممكن تكون ألطف شوي تحس أنه عندك طاقة في بعض المسائل الراغبة بإنجاز بعض الأمور ولكن بدك تنتبه من الحدية والعصبية في بعض المنازل أو بعض النقاشات أو الحوارات حاول أنك تبعد شوي عن الأضواء والأجواء المشحونة حاول أنك أنت اليوم بترفع عن نفسك قدر الإمكان بدون أي انفعالات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن الأجواء تدعمك في بعض المسائل المالية فممكن اليوم تحقق مكسب معين أو هبة أو هدية أو دعم معين الأجواء بتدعمك بشكل جيد ممكن تحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو ممكن أنك تهتم ببعض المسائل المالية اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تدير بالك من النقاشات والحوارات والعصبية ردات الفعل السلبية اللي بتيجي في أوقات ما في إلها أي داعي يعني حاول أنك تضبط عصابك ما تتحسس بردات الفعل وما تتحسس من تصرفات الأفراد اللي حوالي إضبط عصابك قدر الإمكان الأجواء الآن بدها نوع من أنواع الحكمة ما بدها نوع من أنواع الانفعال يومين وبعدين الأجواء بتصير لصالحك بشكل كبير وبتدعمك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا الأجواء جيدة يعني ممكن تحمل مصالحة أو مقاربة أو اتفاق معين أو يعني التراجع عن قرار سابق أو يعني نوع من أنواع الاهتمام أكثر بأفراد العائلة أو ترميمات تصليحات ديكور أجهزة مثلا تشتري جهاز جديد للبيت أو أثاث جديد أو تحصل على شيء له علاقة من هذا النوع ولكن الأهم خليك دائما محظر خير ومحظر سلام ولطف الأجواء وابعد عن المشاحنات أو تكبير المشاكل المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا حدي شوي على المستوى العاطفي حساسيتك عالي تتحسس بسهولة ردة فعلك سلبية حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الأجواء اللي ممكن أنها تشحنك الأجواء بدأ يومين ثلاثة وبعدين بتصير لصالحك حاول أنك أنت تقارب ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم بتحملك الأجواء نوع من أنواع الإيجابية بالتعامل مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل اليوم بتنشط بإنجاز بعض الأعمال اللي كانت متراكمة ممكن تحل مسألة كانت معقدة بالعمل أو ترجع لعمل ممارسة عملك اليومي فممكن تنجز بعض الأشياء اللي كان صعب أنك تنجزها بالأيام الماضي يعني مشحون بطاقة عالية لا أمور إلها علاقة بالعمل وتحسين وضع العمل عندك ومهتم فيه بشكل كبير الوضع الصحي إجمالا استقر يعني في بعض التقلبات ولكن أنه أنت مسيطر على الوضع أو الأمور بتمشي بالشكل الإيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فبضل اهتمامكم حول تدعيم علاقتكم بالشركاء شركاء المال أو العاطفة أو علاقتكم بالأزواج أو مصالحة معينة أو اهتمام معين ممكن كان خلاف أو سوء تفاهم ما بينكم بالأيام الماضية اللي كانت مشحونة اليوم بتحاول أنك تلطف الأجواء بشكل جيد أما من ساعات الصباح بصير القمر موجود في البيت الثامن فعشان هيك بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة وأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو حل مسألة كانت صعبة على المستوى المالي أو مطالبة من بعض الأشخاص في وضع مالي أو ديون لإلك أهم شيء أنك أنت برضو اليوم ما تتبالغ بمشاريع أو بأفكار حاول أنك تركز على الأوراق قبل التوقيع عليها وحافظ على مقتنياتك من الصرقة أو الضياع وابتعد عن المحتالين قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع السلبية أثناء التواصل مع شخص خارج البلاد أو أجنبي عنك ممكن تسمع خبر يزعجك ممكن شوي يثير عصبيتك نقاش معين أو بحث معين أو اهتمام معين في علم معين إذا كان عندك مناقشة أو مقابلة اليوم حاول تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض الأمور بدها شوي التركيز بس وبتمشي لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة الأجواء جيدة اليوم تقدر تدافع عن سمعتك وتدافع عن نفسك بتثبت وجهة نظرك بتقدر تنجز أعمالك على مستوى العمل بتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وبرضو بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع الإيجابية ما بينك وبين أحد علاقاتك اللي ممكن يساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء شوي اليوم أنت بعيد عن الأضواء بتحاول أنك تبعد عن اللقاءات والأصدقاء يعني ممكن تقتصر اللقاء على صديق أو اتصال بصديق أو تواصل معه مع صديق أنت بترتاح له ولكن فيه برود عندك بالتواصل مع المجتمع بشكل كبير ممكن يحمل لك اليوم لقاء معين أو اتصال معين أو صديق قديم اليوم يتفقدك أو يتصل معك للإطمئنان على حالك أو أنت تطمئن على حاله أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك في بعض المسائل يعني بخصوصا على مستوى العمل تقدر تنجز فاليوم عملي بالاهتمام الأكبر رح يكون فممكن تنجز بعض الأعمال أهمش أن ما تخلي أعمالك تتراكم عليك ما تهمل وتقصر بأعمالك ما تدخل بخلافات وجدالات ونقاشات ممكن اليوم شوي اهتمام يكون بصحة أحد الأحبة ممكن تقلق على وضع أحد الأحبة أو يصير في خبر شوي يزعجك إلو علاقة بأحد الأحبة ولكن هو الأرجح بإرهاقات مالية أو مصاريف أو دفعات إلها علاقة بصحة أحد المقربين لا إلك برج العذراء طبعا القمر ما هو عروف أنه هو في البيت السادس وبدو ينتقل للبيت السابع يعني بدو يصير مقابلك مباشرة فالفترة هاي هي مش الفترة الأمثلة إلك إلا أنه أنت مشحون بطاقة يعني جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأمور بتعطيك طاقة للتحرك وللتواصل عندك ثقة عالية بالنفس ولكن بدك تنتبه من النقاط اللي هي العصبية وردات الفعل حاول إنك اليوم ما توجه انتقاد ما تنتقد بشكل لاذع وما تدخل بحوارات عقيمة وما تدخل بنقاشات ممكن تنتهي بخلافات فعشانك بدك تركز بشكل جيد خلال هذا اليوم حاول إنك تطلع بالمكاسب الإيجابية طاقتك اليوم يعني ضعيف شوي صحيح إنه القمر مقابلك هو اللي بضعف من طاقتك فحاول إنه اليوم ما تدخل بخصومة مع أي شخص لأنه خصمك اليوم بيكون أقوى منك لأنه طاقته أعلى من طاقتك إلا إذا كان عذراء بتولعه في بعض أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها بترهقك على المستوى المالي فممكن تظهر بعض المصاريف المالية أو الدفعات أو الإرهاقات المالية ممكن يتحصلوا على بعض المكاسب من عمل إضافي ولكن بتزيد عليكم المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات حاول ترتب وضعك المالي بشكل عقلاني حاول إنك ما تندفع وراء المصاريف أو البذخ حاول ما تتفشش بصرف الفلوس بدون عقلاني ومنطق ما تدخل بمشاريع من غير مراجعتها أو التدقيق على أدق تفاصيلها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات عندك قدرة على الإقناع عالي جدا تقنع أي شخص بوجهة نظرك خصوصا مع ساعات الصباح القوة هاي بتزيد أكثر والرغبة بالاتصالات والتواصل بتصير ممتازة اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا خلال هذا اليوم أو مجال الاتصالات أو المجالات اللي لها علاقة بالسيارات أهم شيء أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع المشاحنة أو الأمور المقلقة اللي لها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة فممكن نقاش معين أو خلاف أو حوار معين يخليك تستاء اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الخلافات وإصدار القرارات ممكن تنحل المسائل بطريقة عقلانية ممكن تقلق بشاء عائلي أو مسألة إلها علاقة بأعطال منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي عالي جدا اليوم عاطفيا أنت مدعوم بطاقة إيجابية وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتعزز من حضورك ومن قدرة تواصلك مع الأحبة بالفترة هاي ممكن تحل مسألك كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية وممكن تحمل لك تلاقي أو اتصال ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم برضو بتحمل نوع من أنواع التواصل والاتصالات ما بينك وبين أحد الأولاد أبنائك أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا بنقدر نحكي الأجواء يعني بتظل فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل أهم شيء أنك تواصلوا العمل اللي كنتوا بادئين فيه من قبل ما تأجلوه وما تخلوه يتراكم عندكم وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد طول اليوم حتى لو انتقل القمر للمقابل فالوضع الصحي بيضل بده رقابة حاول ما تهمل صحتك حاول أنك تأخذ أدويتك إذا أنت بتأخذ أدوية بشكل مستمر وحاول برضو إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا من ساعات الصباح القمر بصير مقابلك في بيت الشراكة بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء على المستوى المالي أو المستوى العاطفي ممكن اليوم تدعموا علاقتكم مع الشريك أو مع الزوج أو تحمل هاي الفترة مصالحة أو تراجع عن قرار سابق إلا أهم أنك ترتب وضعك بشكل عقلاني بدون حدية وبدون عصبية وما تدخل بخلافات أو نقاشات تكون حادي لا تنسى أن الشمس موجود في بيت المتاعب هي اللي بتكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة ممكن الأمور ما تمشي معك مثل ما بدك ممكن يتأجل مسألة إلها علاقة بقرض أو دين أو مساعدة معينة ممكن ما تقدر تحصل أموال لإلك يعني بكون إلك رغبة أنك تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أو مداين شخص أو كفلانه في شيء فتتأجل الأمور للأيام القادمة ولكن أنه أجمالا ما تنزعج ممكن اليوم تنشغل ببعض الأمور أو الأوراق القانونية أو المعاملات أو بشأن صحي بتعلق في أحد المقربين أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو أوراق تعليمية أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو بأشخاص أجانب اللي بتعاملوا مع الأجانب أو بالاستراد والتصدير اليوم ممكن يحصلوا بعض الأمور تكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها ضاغطة على مستوى بيت السمعة فمنقول لك اليوم ما تحاول إنك تجازف ولا تغامر ولا تدخل بأشياء مشبوهة حاول إنك ما تشوه سمعتك بالتصرفاتك أو بعصبيتك كون حذر أثناء تصريف أمورك يعني ما في داعي للتهور ممكن اليوم يصير فيه نقاش أو خلاف أو زعل من أحد الأشخاص اللي أنت بتعرفهم تطلب منه مساعدة فيخضلك في هاي المسألة يعني الأجواء بدها برضو إنك تضبط ميزانيتك بشكل كامل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن تنشط بلقاء أو اتصال أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع أحد الأصدقاء ممكن التواصل هذا يكون إيجابي ممكن هو اللي يسندك بمسألة معينة أو إنه يدعمك بمسألة معينة يحاول إنه يساعدك فيها أهم شي إنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وبرضو ما تبعد عن الأضواء أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالشمس ما زالت موجودة ضاغطة وطارد بنتقل محترق يعني ما بيساعدك كثير فعشان هيك بتلاقي الأجواء لسه فيها شوية ضغط عليك يعني بتحس ببعض خيبات الأمل ببعض الضغوط الفترة القادمة بتتحسن مع وجود عطارد يعني بتدعمك في مسألة معينة ولكن الأجواء ما زالت تحمل يعني شوي هيك من أشياء إلها علاقة بالعمل إلها علاقة ببعض الأشياء اللي بتتعلق بأشخاص بتأمروا عليك بالخفاء أو إيش هيك أنت مش فاهم إيش اللي بيصير معاك أمور صحية متقلبة يعني هاي كلها بدك تكون حذر منها بالفترة هاي حتى لو صار القمر في مكان مناسب لإلك بدك تظلك حذر ما تعتمد على الحضوض نهائيا أثناء تصريف أمورك برج الميزان بالنسبة للبيت الأول طبعا بيتك الشخصية أو بيت النفسية اليوم لغاية ساعات الصباح بيكون دعمك ولكن من ساعات الصباح القمر بدو يصير في بيتك السادس رح يضغطك شوي رح يسبب لك نوع من أنواع الفتور أو الإحباط أو الملل ممكن تدخل اليوم بجو هيكي مش مشجع لا إلك حاول تطلع وما تخلي هاي الأجواء السلبية أنها تسيطر عليك حاول تحتك بالمجتمع قدر الإمكان حاول تبادر لأمور الهلاقة بالمصالحة أو تقريب وجهات النظر بدون ما تفاقم الأمور أو الخلافات بالنسبة للبيت الثاني عندك بعض الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم إما دفعات أو التزامات أو ترتيب وضع مالي معين الأمور بدها بس شوي التركيز رح تمشي لصالحك رح تحل بعض الأمور ممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتجيك من عمل إضافي أو ترتيب وضع معين ممكن معنى تحصل على هبة أو هدية أو مساعدة أو دعم معين ولكن ابعد عن المصاريف الغير مرغوب فيها قدر الإمكان بالنسبة للبيت الثالث طبعاً بتحس مع ساعات الصباح أنه خفت الحماس اللي كانت موجودة معك الأيام الماضية بالتواصل والاتصالات حتى الحدية والعصبية عندك بتقل شوي يعني بيصير عندك بس كتواصلك مع للإش الضروري أو مع الأشخاص الضروريين ممكن اليوم برضو إذا ما مسكت أعصابك ممكن تسهل جداً استفزازك أو تعصيبك أو يخليك تخرج عن طورك بسبب نقاش أو حوار أثناء القيادة إلى السيارة بدك تنتبه بشكل جيد على الطرقات وراقب سيارتك ممكن يكون فيها عطل معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريباً بيصير فيه لك اهتمامات عائلية أكثر اليوم ممكن تهتم بمسألة عائلية أو نقاش عائلي أو مصالحة عائلية أو ترتيب وضع عائلي معين ممكن تهتم لديكور أو مشتريات أو أشياء لها علاقة بحل مسألة كانت صعبة بالفترة الماضية عائلياً أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعاً القمر موجود لغاية ساعات الصباح بتظل العاطفي قوية عندكم وبميل أحبائكم للتجاوب معكم إن بادرتم أنتم بالمصالحة أو بتقريب وجهات النظر ما بينك وبينهم من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيك بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم وبارضو بتكون تنتبهوا لإنجاز أعمالكم فما تهملوا عملكم ولا تهملوا صحتكم في هاي الفترة القمر لما بيكون بالمقابل دائماً بتكون الفترة هاي سلبية والطاقة بتكون ضعيفة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريباً على مستوى بيت الشراكي ما زالت بتحمل نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم أو المشاحنة العصبية ما زالت موجودة الحدية بالطباع ما زالت موجودة بتخلق بعض التوترات أو التقلبات بالمزاج أو الاستياء والحساسية من تصرفات الشريك أو من تصرفاتك أنت في الشريك هو اللي بيحتد فحاول قدر الإمكان تعمل موازنة وحاول أنك ما تخلي الأمور يعني أنها تتصعد وتكبر لخلاف حاول أنك تبادر أنت بالمصالحة حتى ما تفاقم الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء اليوم ممكن تساعدك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تنشط بأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو استرداد بعض الأموال اللي إلك أو أمور إلها علاقة بالقروض فممكن اليوم تحقق إنجاز معين أو يطمئن بالك من مسألة معينة في منكو ممكن يجد إشي كان فاقده من أيام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد ما عندك رغبة للتواصل ولا للتقارب حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان إذا كان عندك مقابلة أو لقاء اليوم أو مناقشة لمشروع معين حاول أنك تكون مستعد الفترة هاي بتظهر بعض المسائل القانونية أو أمور إلها علاقة بالمحاكم أو القضايا بتكون بحاجة لتركيزك بشكل كبير ما في داعي للإهمال ولا للتقصير بالمسائل هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتقدر تدافع عن حالك وتشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان بتحمل نوع من أنواع المصالحة أو ترتيب وضع يجيد بدعمك بشكل قوي خصوصا أثناء تعاملك مع الأشخاص يعني علاقاتك ومعارفك يعني الأجواء داعمة لإلك بشكل كبير ممكن اليوم برضو تثبت جدارتك أثناء تعاملك مع زميل أو رئيسك بالعمل أو تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء منقدر نحكمي أنها إيجابية هي اللي ملفتة للنظر لإلك بتحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التواصل أو الزيارات فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين ممكن تتواصل بشكل إيجابي مع أصدقائك وممكن أنه اليوم تتلقى اتصال كان يعني هيك فاقد الأمل منه من شخص من اللي أنت بتعرفهم ممكن تلجأ لصديق أنه تطلب منه مساعدة في مسألة معينة فهو يساعده بدورك أو أنت تساعده بدوره أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تنجز بعض الأمور بشكل جيد وخصوصا أعمالك ولكن بدك تهتم بصحتك زي ما حكينا ما تخلي الأمور يعني إشي على حساب إشي صحيح أنه الوضع مش مقلق على المستوى الصحي ولكن هو بحاجة للرقابة بالفترة خصوصا جهازك العصبي وتوتراتك ممكن يصير لك نوع من أنواع الاهتمام اليوم بصحة أحد الأحبة أو زيارة معينة لها علاقة بعيادة مريض إما في مستشفى أو في بيت أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة أو مساعدة أحد الأحبة برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم مع ساعات الصباح تقريبا الضغوطات كلها اللي كنت حاس فيها بالأيام الماضي بتبلش تتلاشى بتلاقي حالك ان شحنت بطاقة إيجابية سرعة بديها عالية رغبة بالتواصل واضحة تماما قدرة على التواصل الموجودة ومشحون بطاقة إيجابية حابب تعمل نوع من أنواع التغيير برضو ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر بتكون بشكل كبير عندك اليوم إدارة جيدة لبعض الأمور وبرضو عندك تصميم على معالجة بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات حاول أنك ما تبذر أموالك ما تصرفها بطريقة عشوائية ما تندفع وراء الملذات والمصاريف وبرضو ما توقع على أوراق دون مراجعتها وفهمها لأن الأجواء ممكن تخليك تتوقع على شيء بدون ما تقدر أنه أنت قد الالتزام ولا لا فما تندفع في هاي الأمور في بعضكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو أموال بتعود له أما بالنسبة للبيت الثالث مع ساعات الصباح بتصير مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا بتساعدك على التواصل وقدرة على الإقناع عالية جدا العصبية والحدية اللي كانت موجودة عندك أو سوء التفاهم اللي كنت تتميز فيه في الفترة الماضية يعني كنت تحكي بواد والناس تفهمك بواد فهذا الإشي اليوم ببلش يخف عندك قدرة على الإقناع والحوار والتسويق الجيد لبعض الأفكار اللي عندك فعشانك حاول تستغلها بشكل إيجابي من ساعات الصباح تنشط باتصالاتك وتحركاتك وزياراتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت طبعا القمر موجود لغاية ساعات الصباح عشانيك منقولكوا تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم ما تحاول تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات حدي ما بينك وبين الشركاء حاول إنك شوي أو ما بينك وبين أفراد العائلة حاول إنك شوي هيك تراجع أمورك تصبر لغاية ساعات الصباح بعدها الأجواء بتصير إيجابية القمر بصير في بيتك الخامس بدعمك الحظ بشكل قوي جدا خلال فترة هاي فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبرضو بتساعدك على حل بعض الأمور العاطفية العالقة ممكن تحمل مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تهتم بشكل أكبر بمشكلة أو بمسألة إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو حوارات على هذا المستوى أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ضاغطة اليوم على مستوى أمور العلاقة بالعمل فممكن إنك إما يكون عندك عمل كثير أو التزام كثير بأعمال تقصر ببعض الأعمال حاول ما تخلي أعمالك تتراكم إنجز كل شيء بوقته ما في داعي للاستهاني ببعض الأمور ركز على الأوراق اللي بين إيديك حاول إنك ما يعني تستهين بالأمور هاي ممكن العواقب تكون وخيمة إذا أهملت أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم بيحمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشريك وتلاقي وتقارب جيد فممكن الفترة الماضية كان في خلاف أو نقاش أو حوار أو سوء تفاهم ما بينكم اليوم تحمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي في مسألة معينة ممكن تحل مسألة كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية وممكن تتلاقوا في مشوار أو بقرار أو بشيء بتعلق فيكم إذا كان في عندك اليوم محكمة أو أمور إلها علاقة بالقضاء أو الأوراق القانونية فما تهمل إنك تكون مستعد بكل شيء على أساس أن الأمور تمشي لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم بنصحك إنك ما توقع على أوراق دون مراجعتها ممكن تهتم اليوم بمسائل إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بالقروض برضو حاول إنك تراقب مقتنياتك من الضياع أو السرقة حاول إنك تنتبه من بعض المحتالين اللي ممكن يتآمروا عليك أو يستغلوك يعني اليوم بدك تكون حذر جدا أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات بتساعدك وخصوصا من ساعات الصباح على تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو مؤسسات تعليمية أو مراسلات يعني كلها بتدعمك بشكل قوي حتى على مستوى الأوراق القانونية بتصير لصالحك في بعض الأوقات حاول إنك بس تركز بشكل جيد وحاول إنك تكون مستعد إذا كان عندك مقابلة أو امتحان أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء شوي بدولك إنه دير بالك من التهور في بعض المسائل ما في داعي إنك تبالغ بملذاتك يعني راقب حالك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تحاول إنك تتهور في بعض المسائل حاول إنك تركب أمورك أو تركز على أمورك بشكل عقلاني بتقدر تحل كثير من المسائل خلال هذا اليوم إذا ركزت بشكل جيد وإذا عرفت تطلب الطلب من شخص أنت بتثق فيه إنه ما رح يخذلك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط باتصالات أو زيارات أو لقاءات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ممكن اليوم يحمل لك أكثر من لقاء مع الأصدقاء أو مع أشياء اجتماعية بتكون ممتازة وبتدعمك بشكل قوي جدا أما بالنسبة إلى بيتك 12 طبعا بيت المتاعب ما في أي تأثيرات عليه فعشان يكي منقول لك بس إنه إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخلي أعمالك تتراكم عندك راقب وضعك الصحي بشكل جيد راقب غذائك خذ قصد كافي من الراحة إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان حاول تستغل الأمور بشكل جيد وخصوصا الأمور اللي حواليك ممكن اليوم تقلق بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج القوس طبعا الأجواء بتظلها دعمتك لغاية ساعات الصباح شوي عندك تركيز عندك قدرة على حل الأمور نشاط عالي جدا بظل ماسكك لغاية ساعات الصباح حيويتك عالي جدا ولكن مع ساعات الصباح شوي بتفطر طاقتك شوي أو بتبرد الطاقة عندك شوي بصير شوي أفكارك تروح للاتجاه السلبي أو للاتجاه اللي بشحنك بطاقة سلبية حاول تبعد عن الطاقة السلبية قدر الإمكان حتى عن الأشخاص اللي ممكن يشحنوك بطاقة سلبية ابعد عنهم قدر الإمكان خلال هذا اليوم حاول أنك أنت يعني ما تنجر وراء الاكتئاب أو بعض الأمور اللي ممكن تسبب لك بعض الإحباطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتصير جيدة مع ساعات الصباح يعني إشي بعوض إشي فممكن اليوم أنه تصير لك بعض الاهتمامات ببعض المكاسب المالية اللي بتجيك من عمل إضافي مستردات مالية، هبات، مصالحات ترتيب لوضع مالي معين ممكن اليوم تنجز بعض الإنجازات المالية اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية ممكن هاي شوي هي اللي تربكك لأنه بصير تفكيرك بالوضع المالي أو المادي أو مصاريف أو أوراق أو معاملات أو أشياء مالها علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فبتظل غاية الصباح نشيط وعند قدرة على التواصل والاتصالات بشكل كبير رغبة بالتفقد أو بالاطلاع أو بجمع المعلومات أو أشياء من هذا القبيل في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أو المناقشة أو الحوارات اليوم ولكن الأهم أنك تكون مستعد بشكل جيد وما في داعي للتسرع في بعض المسائل أهم شيء اللي بكونوا على الطرقات بدهم يركزوا بشكل جيد وما يتهوروا وما يندفعوا وما يلتهوا ينشغل فكرهم عن بعض الأمور أثناء القيادة فممكن يتعرض إما لحادث أو لإصابة أو أنه يصير له اهتمام بأمور إلها علاقة بالسيارة من ساعات الصباح بتصير الأجواء بيتية أكثر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ممكن يصير بعض الاهتمام في مسائل إلها علاقة بالبيت أو الأقارب أو المقربين لا إلك ممكن تظهر مسائل إلها علاقة ببعض الأعطال أو الترتيب أو الصياني أو المشتريات المنزلية بشكل أكبر ممكن يظهر خلاف معين أو نقاش معين شوي تحتد فيه أو تعصب دير بالك ما في داعي اليوم لأي أشياء سلبية حاول أنك تظلك شاحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها ضاغطة على المستوى العاطفي من ساعات الصباح يعني ممكن تتراكم الأعمال أو سوء تفاهم أو ذكرى لعلاقة سابقة أو مسألة عاطفية قديمة شوي تشحن حالك بطاقة سلبية وتفاقم الأمور وممكن تحملك خلاف أو تتصرف تصرف متسرع شوي إذا كان في أمل لمصالحة أنك أنت اليوم تفقد الأمل نهائيا حاول تراقب أمورك بشكل جيد حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ابعد عن الخلافات والاتهامات بالفترة هاي قدر الإمكان وما تحاول تفرض رأيك أو تتحكم بأحبائك أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي بتصير جيدة على مستوى العمل من ساعات الصباح فممكن تهتم بعمل معين أو بتطوير عمل معين أو حل مسألة إلها علاقة بالعمل أهم شيء أنك ما تتقاعس وما تهمل وما تراكم الأعمال واهتم لوضعك الصحي اليوم ممكن تسمع خبر إلو علاقة بالوضع الصحي أو يكون لك اهتمام لمراجع الطبيب أو أخذ علاج معين أو دواء معين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة بتظلها تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابي لغاية ساعات الصباح ممكن تبادر بمصالحة أو بتلاقي ما بينك وبين الشريك أو تهتم بمسألة قارب بابينكم أو ما بين وجهات نظركم ولكن الأهم من هذا ما في داعي لكي للاتهامات أو لفتح مواضيع أو ملفات قديمة أو يعني الشكوك تحطها على أرض الواقع على إنها إشي مسلمات إذا ما في دليل عندك حاول إنك أنت تبتعد شوي عن كي للاتهامات بالفترة عشان ما تصعد الأمور وما تكبرها ما بينك وبين الشريك ممكن تهتم لبعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو أشياء إلها علاقة بمؤسسات حكومية أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالبيت الثامن فأنا شايف الأجواء تقريبا تحمل بعض الفرص المالية المشتركة اليوم يعني أما موضوع بنك أو ضريبة أو تامين أو قرض أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات أهم شي إنك ما تخلي حد يضحك عليك وحاول إنك تحافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع أو فقدان أوراق الثبوتية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتصير عصبي شوي حاد الطباع سرعة بديهتك شوي بتقل رغبتك بالمطالعة والدراسة بتخف ما فيه تركيز كامل عندك أهم شي إنك ما تتخذ قرارات متسرعة خلال هذا اليوم وحاول إنك تركز بشكل جيد خصوصا أثناء تعاملك مع أجانب أو مع شركات أو مؤسسات تعليمية أو أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والسفر إذا كنت على سفر أو بدك تنتقل من مكان لمكان حاول تتفقد كل مقتنياتك إنه موجودة ولا فيه شي ناقص منها ولا إنسيت أشياء يعني ركز بكل شيء أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيد اليوم هي بتدعمك بقوة وبتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وبرضو بتقدر تدافع عن سمعتك بشكل جيد ما أهم شي بس إنك ما تتجازف وما تغامر بأشياء مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة بتدعم من علاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء فممكن تحمل لك حوار أو اتصال أو لقاء أو تحل مسألة كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية بمساعدة صديق أو معرفة ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع صديق أو اتصال أنت تتصل في صديق لتتفقده أو تطمئن عليه أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء بتقول لك دير بالك ما تراكم الأعمال عندك بدك تركز على أعمالك بشكل جيد ما تخلي الأعمال تتراكم برضو ما تقصر بصحتك راقب وضعك الصحي بشكل جيد أي أعراض جانبية راجع طبيبك حاول برضو إنك إذا حد طلب منك مساعدة اليوم ما تقصر معاه وبدورك إذا أنت بدك مساعدة أطلبها من الأشخاص اللي حواليك ولكن الأهم أنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أو على صحة حبيب أو قريب لإلك شوي ممكن يكون الأمر مزعج أو يعطي نوع من أنواع الاهتمام لزيادة برج الجديد طبعا بالنسبة لليوم خصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر كل ما صارت الأجواء أحسن لإلك بتصير مشحونة بطاقة إيجابية عالية جدا سرعة بديها عالية جدا قدرة على التواصل عالية جدا برضو أنت في رغبة معينة ما بينك وبين الجنس الآخر بتكون اليوم عالية جدا يعني ملفت للنظر في حابين يتواصلوا معك برضو قدرة التواصل بتكون إيجابية لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حاولوا أن تخففوا من النفقات قدر المستطاع ما تدخلوا بأشياء بدون ما تراجعوها وتدرسوها وتركزوا فيها وتفكروا فيها الأمور بدها شوي التركيز عشان أن الأمور تكون لصالحك وتدعمك بشكل قوي الأهم تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وأي ورقة بدك توقع عليها لازم أنك تدرسها بشكل جيد ما تحاول تتخذ قرارات مالية متسرعة خلال الفترة هاي من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات أهم شي إنك ما تندفع وما تتهور أثناء قياة السيارة أركز بشكل جيد ما تعصب ما تكيل الاتهامات حاول ما تخلي عواطفك هي اللي تأثر عليك خلال هذا اليوم وتخليك تصدر قرارات تكون مش لصالحك أنت شوي عصبي وبتخلي عواطفك هي اللي تتحكم فيك مش عقلك هو اللي يتحكم فيك فشوي بدك أنت تركز بشكل جيد خلال هاي الفترة إذا كان عندك مقابلة أو مناقش اليوم برضو نفس الشي بدك تكون مستعد ما تحاول أنك أنت ترتجل الأمور عشان الأمور ما تكون ضدك أما بالنسبة للبيت الرابع فممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية المقلقة اليوم إما نقاش أو حوار أو اهتمام بمسألة بيتية أو عائلية أو أحد أفراد العائلة ممكن تدخل بنقاش شوي يكون حد أو حوار يكون حد شوي بدها هاي الأمور ضبط النفس ممكن اليوم تهتم ببعض الترتيبات أو المشتريات أو الاهتمامات البيتية أو العائلية تكون بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي فهاي بتسبب لك نوع من أنواع التوترات أو القلق ممكن سوء تصرف أو تحليل خطأ حاول أنك تراجع عمورك بشكل جيد حاول أنك تراجع قراراتك هل هي بمكانها أو لا حاول تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة ما تخلي الفجوة تكبر وتزيد لأن الأجواء ضاغطة كانت بالفتر الماضي وما كانت لمصلحتك ولا لمصلحت الحبيب برضو أثناء تعاملك مع أحد الأبناء أو أحد الأحبة حاول أنك ما تفرض سلطتك وقراراتك اللي تكون متسرعة أو فيها نوع من أنواع الدكتاتورية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تدعمك اليوم على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم الأهم أنك ما تخلي الأعمال هاي تتراكم وما تدخل بخلافات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وحاول أنك تهتم بصحتك بشكل أكبر إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك بأسرع وقت ممكن أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكي اليوم ممكن مع ساعات الصباح تصير الأجواء جيدة أكثر وتقارب ما بينك وبين الشريك أو تحل مسألة معينة أو تتصالحوا على مسألة معينة ممكن برضو تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمسائل إلها علاقة بأوراق أو معاملات بدها نوع من أنواع التركيز ما بدها نوع من أنواع الارتجال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فبتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق من مسألة معينة ممكن يتعطى الموضوع إلى علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو قرض معين أو أوراق أو معاملات قانونية أو مسألة إلها علاقة بمحكمة معينة حاول أنك أنت تكون جاهز ومستعد ما في داعي للعصبية وللانفعال خصوصا لأي أمر أو أي اتصال لهذا الأمر يعني أمر متصل في أمر من اللي إحنا ذكرناها بدك تكون مستعد خلي العقل هو اللي يشتغل ما في داعي للتسرع أو التهور أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتحمل نوع من أنواع القلق لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير أوضح فممكن تنشط باتصالاتك بشكل جيد يصير تعامل ما بينك وبين شخص أجنبي أو في خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو الدراسية أو لا جامعة مثلا لا بحث معين أهم إش إذا كان عندك مناقشة أو حوار اليوم تكون مستعد بشكل جيد ما ترتج للأمور برضو إذا ظهرت بعض الأوراق القانونية والمعاملات ممكن تكون لصالحك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زالت الأجواء ضاغطة فما في داعي لتشويه السمعة ما في داعي للتهور أو المجازفة أو مخالفة القوانين بالفترة برضو إذا كنت في مكان عمل ما في داعي للخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بدك تركز بشكل جيد وتحافظ بشكل جيد على أمورك بدون اندفاع أو تهور يعني بدها تكون الأمور مدروسة بالنسبة لبيت الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين ما بينك وبين صديق ممكن اليوم تسعد بلقاء الأصدقاء أو بمساعدة صديق لإلك في مسألة معينة أو حوار معين ما بينك وبين صديق الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن أنها تحمل لك كثير من المفاجآت خلال هذا اليوم إذا استغلتها بشكل صحيح أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا من قل لك بدك تدير بالك ما تقصر بأعمالك ما تلتيك ما تحاول أنك تأجل أعمالك ليوم آخر حاول أنك تركز بشكل جيد إنجز أعمالك بوقتها راقب وضعك الصحي زي ما حكينا إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك ما تهمل صحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة من وقت لآخر الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق عليك أو على أحد الأحبة أو مصاريف الزيادة لها علاقة بمريض أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج الدلو طبعا أنتوا اليوم بتظل في عندكم نشاط عالي جدا ثقتك بالنفس عالي جدا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتزيد ثقتكم بنفسكم أكثر عندكم قدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم عندكم مخططات كثيرة عندكم ترتيبات كثيرة بتحاولوا تنجزوا كل شيء بأوقات قياسية بالفترة هاي يعني النشاط عالي جدا بتحاولوا تعوضوا كل الأشياء اللي خسرتوها بالفترة الماضية من ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم والترتيب الوضع المالي ممكن اليوم تحصلوا على مكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم إنك ما تبالغ بمصاريفك وبرضو إذا بدك تدخل في أي إشي العلاقة بالوضع المالي بدك تراجعه بشكل جيد وتدرسه بشكل جيد ما في داعي للتسرع أو التهور في بعض الأوقات بده العقل يشتغل معك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بدك تدير بالك من التهور أو الاندفاع أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة أثناء نقاشاتك بدك تضبط أعصابك ما في داعي للحوارات أو النقاشات الحادة الأجواء جيدة وبتساعدك في بعض الأمور وممكن تكون لصالحك في كثير من الأمور إن أحكمت أو أحسنت التصرف أو العقلانية في الأمور الأجواء ممكن اليوم تعمل لك نوع من أنواع التعامل الخاص ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت اليوم بتتحسن الأجواء بشكل أكبر من الأيام الماضية ممكن تحمل لك مصالحة أو اهتمامات عائلية كبيرة ممكن تهتم بمسألة الهلاقة بالترتيبات أو التصليحات أو المشتريات أو ترتيب وضع عائلي معين أو الاهتمام بمسألة عائلية معينة يعني اليوم الأجواء تقريبا اجتماعيا وعائليا جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت على المستوى العاطفي بسبب أنه الزهرة شوي هيك فيها نوع من أنواع الضغط إلا أنه الأجواء فيها إيجابية بتقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن حاول أنك ما تفرض سيطرتك ولا سلطتك حاول أنك ما تتهكم أو تتحكم بالحبيب خلال الفترة هاي حاول تكون مرن اعمل مبادرة أو مصالحة ما بينكم بكون أفضل استغل الأجواء الإيجابية الفترة هاي بتحمل أشياء جيدة بالدعم أو بتقارب ما بينك وبين الأحبة أو الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمؤمنة ممكن يظهر عمل يكون لمصلحتك تهتم فيه بشكل أكبر ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل عقلاني وبسرعة بديها عالية جدا على هاي الأمور ولكن الأهم أنك تهتم بوضعك الصحي تقلبات الوضع الصحي هي الفترة أحسن ممكن إذا كنت مريض بالفترة الماضية تحس ببعض التحسن خلال هذا اليوم ولكن إجمالا بدك تظلك مراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح دك تدير بالك من بعض الخلافات أو النقاشات أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع الشريك شريك المال أو العاطفة أو ما بينك وبين الزوج ممكن تنزعج من مسألة أو من تصرف الزوج في بعض المواطن ممكن تحتد أو تعصب من سوء تفاهم أو من سوء تصرف حاول إنا قدر الإمكان ما تفاقم الأمور وما تكبرها أثناء التعامل مع الشريك اليوم ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي شوي ممكن تحبطك أو تسبب لك نوع من أنواع الإساءة أو تستاء من تطور وضع قانوني معين أو أمر إلو علاقة بقضية معينة أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم نشاط عالي جدا رح يكون على مستوى الأموال المشتركة إما بتحسن وضع معين أو بتطالب بدعم معين أو إشي العلاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو جدول الديون يعني ممكن تنجز أعمال بشكل جيد وتكون لصالحك ولكن أهم إشي ما توقع على ورقة دون مراجعتها ودراستها بشكل ممتاز وحاول أنك تستشير أهل الإختصاص في هذه الأمور برضو ممكن اليوم تحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء داعمة لغاية ساعات الصباح إلك بشكل كبير ولكن من ساعات الصباح يعني بتفتر الأمور عندك شوي بقل حماسك بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد حتى استيعابك لدراسة بعض الأمور بتكون قليلة بتكون متسرع في بعض القرارات أو بعض الأوراق اللي بتوقع عليها أو المعاملات ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بمؤسسة تعليمية أو جامعة مثلا أو دراسة تخصص أو الاهتمام بموضوع إلها علاقة بالسفر البعيد أو التنقلات أو تواصل مع أجانب الأهم أنه ابعد عن العصبية والحدية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العلاقات العامة فبجمع ما بينك وبين بعض الأشخاص فيما أشخاص ممكن يساعدوك اليوم بإنجاز بعض الأمور ممكن تدافع عن سمعتك بشراس اليوم وبرضو بتعمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل فممكن اليوم تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفتر الماضي ويكون لصالحك وممكن تسمع بعض الإطراء أو الثناء على مجهوداتك أهميش أنك ما تقصر بأعمالك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء اليوم مش حامية كثير بالتواصل مع الأحبة يعني شوي في نوع من أنواع الفتور أو الإنزعاج من تصرف بعض الأحبة ممكن تقتصر التعامل على أصدقاء معينين ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ولكن ممكن أنك بس تبادر فيه من ناحية اجتماعية مش لأنه عندك رغب لهذا الأمر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم بتساعدك على إنجاز أعمالك بتساعدك بشكل قوي وبرضه في عندك نوع من أنواع الإهتمامات على المستوى الصحي فممكن اليوم إما مراجع الطبيب إلك أو لا أحد الأحبة أو قلق على أحد الأحبة بشأن وضع صحي أو زيارة شخص عزيز عليك لأنه مريض أو مثلا بيعاني من شيء معين برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر يعني كل الضغوطات واللي أنتوا حاسين فيها بالأيام الماضية كل التأخيرات كل الالتزامات التعطيل خيبات الأمل اللي صارت في الأيام الماضية كلها مع ساعات الفجر بتبلش تتلاشى شيئا فشيئا وبتصير الأمور لمصلحتكم بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وطاقتكم بتصير بأوجهة وعالية جدا فممكن تنجزوا بعض الأمور اليوم بشكل جيد وممكن الأمور تصير لصالحكم بشكل جيد إن أحسنتم تدبر الأمور بعقلانية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم برضو بتظلها داعمة أو تدفعك لصرف الفلوس حاول أنك تركز بشكل جيد أدرس وضعك المالي بشكل جيد ما في داعي للتهور وما في داعي للمصاريف للزيادة ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي تكون لصالحك يعني من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن أنت رغبتك بالصرف أعلى أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء مع ساعات الصباح بتصير جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص حواليك بشكل جيد اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو الترويج اليوم بيبدعوا بالإقناع عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وسرعة باديهتك عالي ورغبة للمطالعة أو الدراسة عالي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض العقبات أو الخلافات أو المستمرة تكون من الأيام الماضية بعض النقاشات أو الحوارات اليوم في مجال تصليحها أو ترتيبها ممكن تهتم ببعض الشؤون البيتية زي شراء حاجية أو ديكور أو أثاث أهم شيء أن تجيب الشيء الضروري ممكن تهتم ببعض المسائل العالية لمصالحها أو تقارب بوجهة النظر ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة خلال هذا اليوم من ساعات الصباح بتصير الأجواء العاطفية عندك أعلى حبك للخروج والنزهة والتواصل مع الأحبة بتصير أقوى سرعة البديهة عندك عالية جدا مرغوب أنت من الجنس الآخر برضو العواطف عندك جياشة ممكن يصير تعامل جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تقصر في بعض الأعمال خلال هذا اليوم فممكن يتراكم عندك عمل معين أو ما تقدر تنجز كل أعمالك فهذا الإشي ممكن يضغطك في الفترة القادمة حاول أنك تنجز أعمالك بوقتها حاول أنك تركز بأعمالك ما تهمل أدق التفاصيل عشان ما يطلع في أخطاء برضو إذا شعرت بشيء غير اعتيادي صحيح الأجواء ما بتخوف صحيا ولكن إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الشراك المالية والعاطفية فاليوم بتحمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج وممكن أنه اليوم تحمل نوع من أنواع التلاقي أو الانطلاق بخطة معينة أو المرافقة بزيارات اجتماعية مثلا ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو الأمور اللي بتطلب نوع من أنواع الاهتمام زي أوراق ثبوتية أو أوراق قانونية أو أوراق يعني مهمة رسمية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحمل لك مسألة معينة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو تحل مسألة إلها علاقة بقرض معين ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة ممكن تكون يعني معتمد على مبلغ من المال بتيجيك نوع من أنواع المساعدة أو استرداد لبعض الأموال بتكون موعود فيها خلال اليوم ولكن يتم تأجيلها ليوم آخر أو لليومين الجايات بسبب ضرف معين وهذا الشيء ممكن يزعجك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد اليوم من ساعات الصباح بتنشط باتصالاتك وحواراتك حتى بأمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو الدراسة أو الجامعة ولكن إذا كان عندك مقابلة أو امتحان إذا تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن تنشط ببعض المسائل القانونية خلال هذا اليوم ولكن الأهم أثناء حواراتك ونقاشاتك مع الأجانب بدأك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك من قولك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تغامر وما تجازف حاول تركز أمورك بشكل جيد أول أنك تنجز أعمالك بشكل جيد ما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل مهما كانت الظروف حاول أنك تلتزم الصمت شوي عشان أنت ترتب الأمور ويكون لك الحج الأقوى اللي تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو ممكن تلتقي بعض الأصدقاء اللي إلك فترة ما التقيت فيهم ممكن تتفاجأ بزيارة أو باتصال من صديق معين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر